السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجعنا لكم اصدقائي في فيديو جديد ومر إن شاء الله الخبر إيجابي قررت سلسلة متاجر الليدل بالسويد بتخفيض وتجميد أسعار أكثر من 100 سلعة وذلك اعتبارا من تاريخ 27 آذار مارس القادم طبعا هاي السلعة مثل رح تكون مثل القهوة والحليب واللحومات رح تكون تخفيض السعر بنسبة حوالي 11% وممكن يوصل حتى 32% والتالي في سلة رح تنخفض سعرها وفي سلة رح يتجمد سعرها لمدة شهرين بحسب البيان الصحفي اللي أعلن عنه الليدل اللي نشره الليدل اليوم بتاريخ 22-23-23 هذا القرار أثار إعجاب ودعم وإشادة وزيرة المالية السويدية إذابيت سفينسون اللي عبرت عن أمهلا بأنه تحذو بقية المتاجر الكبرى حذو الليدل باتخاذ نفس القرار وتخفيض الأسعار واللي شهدت اتفاع جنوني بالسويد خلال الأسابيع الماضي بسبب التضخم هذا الاتفاع كان كتير كبير مقارنة بدول جوار ووقيت دول الاتحاد الأوروبي وإحنا مصلنا لختام هذا الفيديو ورمضان مبارك على الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته